اعلموا انما الحياة الدنيا لعبه ولهه بيصلي بالناس في المسجد وكأنه امام جامع صوته حلو وفيه خشوع يمكن مش موجودة عند ناس كتير حكاية الفيديو المنتشر للنجم مصطفى شعبان ازاي مصطفى شعبان صوته حلوة اوي كده في قراءة القرآن وايه حكاية عدم زواجه لحد دلوقتي كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده النجم الكبير مصطفى شعبان النجم اللي مجرد ظهوره على الشاشة بيبقى ليه شن ورن النجم ده دلوقتي انتشر ليه فيديو على مواقع السوشيال ميديا خلى الكل يتكلم عنه مصطفى شعبان في الفيديو اللي بنتكلم عنه ظهر وهو بيصلي بعدد من الناس في المسجد بيصلي فيه الترويح ومشاء الله ظهر حافظ حلو جدا وصوته ممتاز وقار وخشوع يمكن مش موجود عند ناس كتير ودي اهم حاجة لفتت نظر الجمهور الحقيقة بدأ كتير يتكلمه عن تدين الفنان مصطفى شعبان وانه ازاي رغم انه في الوسط الفني ومشاغله الكبيرة دي ورغم كده ما شاء الله عليه ملتزم ومحافظ على الصلاة في مواقتها ومحافظ كمان على تدينه بشكل كبير اول حاجة لازم تعرفوا ان الفيديو اللي انتشر ده للفنان مصطفى شعبان هو فيديو قديم الفيديو اصله من السنة اللي فاتت بس كان برضو في شهر رمضان المبارك وقتها كان الفنان مصطفى شعبان بيصور مسلسل بابا المجال وقتها جه معاد الصلاة فقام هو وعدد من الفنانين وبعض من الطاقم العمل اللي شغالين في المسلسل بالذهاب لمسجد قريب صغير في مكان التصوير وهناك دخل النجم مصطفى شعبان لمكان الإيمان وصلى بيهم والحقيقة ان وقتها كان مفاجأة ليهم برضو كتير من اللي حضروا الوقت ده اتفاجأوا جدا من حفظ وتمكن مصطفى شعبان وانه طلع حافظ بشكل كبير جدا وبالتجويد كمان ما شاء الله عليه يعني النجم مصطفى شعبان سبق وحكى بنفس الوقع دي كمان قال في تصريحات سبق ليه انه اصلا حافظ للقرآن الكريم ومتمكن من الحفظ كمان والسبب في كده بعد ربنا سبحانه وتعالى انه كان فيه مدرس بيدرس له وهو صغير المدرس ده كان بيدرس تلاوة وتجويد وهو من حبه في الحاجة دي دخل مع المدرس ده وقرر يدرس تلاوة وتجويد ومن وقتها والحد النهاردة وهو فاكر احكام التجويد والحفظ وكل فترة والتانية بيراجع اللي حفظه رغبة منه انه يستمر في الحفظ وما ينساش او ينسى فيرجع يفتكر تاني المدرس ده كان بيدرس تلاوة وتجويد وهو من حبه في الحاجة دي دخل مع المدرس ده وقرر يدرس تلاوة وتجويد ومن وقتها والحد النهاردة وهو فاكر أحكام التجويد والحفظ وكل فترة والتانية بيراجع إلى حفظه رغبة منه أنه يستمر في الحفظ وما ينساش وإن نسي فيرجع يفتكر تاني نيجي بقى على القصة التانية المهمة جدا في حياة النجم مصطفى شعبان النجم اتقال قبل كده كتير أنه مرتبط وكل فترة والتانية حد يتكلم أنه مرتبط بواحدة شكل مرة جابه سيرة مديرة أعماله السابقة الأستاذة هدى ومرة تانية بيجيبوله صورة فنانة شكل شغال معها في عمل فني ويقوله دي خطبته أو حبيبته وفي الحقيقة أن الفنان مصطفى شعبان لحد النهاردة ما تجوزش النجم مصطفى شعبان ما فيش في حياته العاطفية أي حاجة ولا فيه أي وحدة في تفكيره وهو قال ده قبل كده في لقاء لي في برنامج حبر سري ووقتها برضو وضح أنه مش رافض فكرة الارتباط إنما كل الحكاية أنه مش شاغل باله قوي ومنين هتيجي قدام الفرصة هيتجوز ما عندوش مشكلة يعني أنتم إيه رأيكم في حياة النجم مصطفى شعبان